موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لدي اليوم موضوع مهم جدا 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 جاءتني رسائل لكن إحداها من إنساني يهمني أمرها جدا جدا تقول أنه لديها ابن هذا الابن على وعي وعلى ثقافة وعلى اطلاع ويدرس في الجامعة لما بدأت الثورة هو كان مستمرا في دراسته ومشغول بأمور كثيرة لكن فجأة تسلط عليه رجل لا أحد يعرف أبدا من هو اسمه جديد برز من حوالي سنتين فقط طلبت أن نسأل لها عنه وسأل لها كثير من الناس عن هذا الإنسان لم يعرفه أي أحد مرت فترة طويلة جدا يعني حوالي سنة وهذا وابنها مسحورا بهذا الرجل مسحور سحر حقيقي يعني يحرص أن يذهب إليه وأن يسمع دروسه وكل ما قال له عن أمر يستجيب له على الفور خلص يعني أصبح كلامه وكأنه حديث أو كأنه آية حاولت هذه الأم أن تستعطف ابنه بالأمومة مثلا بالبر بأنه يجب أن يستأذنها قبل الخروج لكن كان أحيانا يخرج إليه ويمر على مناطق خطيرة مناطق خطيرة فعلا كان ممكن أن يتعرض فيها مثلا إلى القتل إلى الخطف إلى مثلا أن يسلب منه أمواله كذا والابن لا يهتم على الإطلاق بهذه الأمور بعد ما مر حوالي سنة استطاعت الوصول إلى من يعرف هذا الشخص فكانت مفاجأة كبيرة جدا أن هذا الشخص ليس على علم ديني وليس شيخا كما يدعي وليس حتى إنسان صالح ثبت عليه أنه يقوم بعمل الفاحشة مع الغلمان ومع الشباب فكانت كثير كثير صدمة كبيرة هنا بقى يبرو السؤال كيف يعرف الإنسان إلى من ينتمي كيف يعرف الإنسان مع من يتعامل كيف يعرف الإنسان الطريق الذي يمشي به هل هو صواب أو هو خطأ وعننا مشكلة تانية أنه لما الإبن يفقد الثقة بأهله ويصبح إنسان غريب ما أحد يعرفه إلا بمنطقة ضيقة جدا طلع هو موجود بمنطقة بمنطقة ضيقة ما أحد عرفه غير الناس الذين يعيشون معه أما البقية مع أنه سوريا ليست دولة كبيرة لكن المناطق المجاورة لهذه المنطقة لم يعرفه فيها أي أحد فهون بقى برز موضوع موضوع الأمن الفكري نحن دائما نخاف على أبنائنا من كل الأمور يعني نخاف عليهم نفسيا نخاف عليهم سياسيا نحاول أنهم نبعدوا عن كل الأمور لكن ما أحد يفكر بعقول الأبناء ماذا يدخل لها ما أحد يفكر بالأفكار التي يتأثر بها الأبناء والله يا ناس فيه أفكار خطيرة جدا والأفكار إذا دخلت بالعقل هذه ليست فقط أفكار هذه تؤثر على السلوك تؤثر على التعامل مع الناس تؤثر على الدين تؤثر حتى على الدراسة يعني كم من ابن كم من ابن يحاول أهله إقناعه بمئة قصة لكن مجرد ما يكون مع مثل هؤلاء الناس كلمة واحدة تكفي لقلب حياته من أخصى اليمين إلى أخصى اليسار حتى نحن نستعمل تعبير انقلب 180 درجة فيه ناس بيقوله 360 هابس غلط لأنه 360 يعني كان هون وهو دائرة فقلب هيك ورد رجع مرة تانية إلى النقطة التي ابتدأ منها لكنه الحقيقة انقلب 180 يعني في عنا يمين ويسار فانقلب هكذا وذهب إلى هذه الناحية وهذا خطير نحن أكيد نرى أخطاء على أبنائنا نتمنى أن يأتي مرات شيخ أو أستاذ أو أي أحد أن ينبههم إليها فيعدلون سلوكهم ولكن أن يأتي أحد فيمسك زمام الأمور ويمسك السيطرة ويلعب بأبنائنا كما يشاء هذا أمر كبير كبير جدا ونحن لا نرضاه هل من المعقول أن بعد ما ربينا أبنائنا على الأخلاق وعلى القيم وعلى الدين وكنا نشكو من أمر أو أمرين يأتي أحد فيقلب المعادلة كلها ويصبح من الصعب أن نقول لابننا كلمة واحدة يعني بعض الأمهات مستقول لابننا اليوم لا تذهب اليوم مثلا في ضرب اليوم في براميل اليوم مثلا الحواجز كثيرة اليوم اليوم لكن حتى هذا الأمر البسيط لا يستجيب له أو ترجوه أنه فقط بإيه لك كم مادة الله يرضى عليك أكمل هذه المواد وبعد ذلك اذهب حيث تشاء وأنا سوف أكون معك وسوف أشجعك على بعض الأمور لكن الأبن لا يستجيب فالفكرة أن الأمن الفكري مهم جدا للأبناء يجب أن نحافظ نحن عليه وهذا نحافظ عليه بأن نبني أولا جسر الثقة الذي ما فتئته أتكلم عنه ما معنى الثقة؟ يعني الأهل هم المرجع الأول في حياة الأبناء صح؟ ممكن يكون في نقص عند الأهل ببعض الأمور ممكن أن يساعد الأبن على الحصول على المعلومات ولكن أن يستفرد الأبن ويذهب وحده ليحصل على المعلومات وأن يمشي وراء كل إنسان فهذا لا يصحه أبدا الآن مثل ما استطاعوا الوصول لهذا الرجل فأنا سأكون من البداية صحيح أخذت سنة حتى استطاعوا الوصول إلى هذا الرجل وعرفوا من هو وتبين أنه بهذا السوء أخلاقيا ودينيا واجتماعيا فبالآخر نستطيع الوصول إلى أي شخص لكن أنا من الآخر سأنصح أي شخص مجهول لا تمشو معه نحن الآن في وضع خطير نعرف أنه فيه مندسين مندسين مو مع النظام مندسين معنا نحن نعرف أنه فيه جواسيس نعرف أنه فيه أناس أصبحت غايتهم الدنيا فكيف نضع الأبناء مع أي أحد فأي اسم مجهول من الأول الله يرضى عليك يا ابني الشاب لا تذهب أنت معه أنت أيها الأب لا تسمح لابنك بالذهاب معه أنت أيها الأم استعملي أي اسطوب يؤثر في ابنك لو إن شاء الله كان البكاء والدموع ومنعيه أن يذهب نحن نريد الشهادة نحن نريد لكن نريد كمان أن نستفيد في هذه الدنيا مو منرمي أنفسنا مع أي أحد ومنقول والله الحمد لله ابننا ذهب شهيد أو هو موجود مع الفئة الجيدة لا يجب أن نتحلق فهون بقى أنا في عندي أتيت معي بكتاب وكمان كالعهثة عندي كتاب آخر في البيت مهم جدا عن الأمن الاجتماعي كمان جمعت منه أفكار المقدمة هاي اللي بتسهمني أنه نحن علينا أن نهتم بالأبناء نهتم بأمنهم الاجتماعي هاي مسؤولية الوالدين لأنه الأبناء أد ما كان ما عندهم خبرة الحياة وموجود عندهم الاندفاع والحماس الذي يدفعهم للاستجابة لأي إنسان يحسن الكلام ويجيد اللعب بالألفاظ والله لا يجيد إلا اللعب بالألفاظ فقط لأنه الكلام يسحر الكلام له تأثير إن من البيان لسحرة فانتبهوا ماذا يسمع الأبناء لكي يكونوا بالأمان فننتبه وأكيد نحرص أكتر عن ناس الذين كانوا قبل الثورة نعرفهم من قبل وكانوا قبل الثورة على خلق وعلى دين وعلى تقوى وإن كان ما منقول لأنه بعض الناس بدلوا من بعد لكن على الأقل هدول نعرفهم فإذا بنسمح لأبناءنا أن يكونوا مع أحد دون تحرن فبيكونوا بالبداية مع هؤلاء لكن لا يمنع أيضا أن نراقب لأنه ما في إنسان ما يتغير ونحن في الزمن الذي يمسي فيه الإنسان مؤمنا ويصبحوا فيه كافرا وكمان يمر الوقت بسرعة من أجل ذلك لم أشعر بالوقت فوجدت فجأة إشارة أنه انتهى الجزء الأول الموضوع اليوم حساس فيجب أن يكون دقيق ولذلك أمسك بيدي الورقة وأصير على بعض الأمور التي وجدت في الكتب التي جمعت منها الأمن الفكري لأنه هذا الموضوع جديد هلا أنا في كتاب اشتريته للأسف كان ما فيه أي شيء كتاب يعني نغشيت فيه لكن عندي كتب أخرى وجدت فيه هذه المعلومات القيمة مع أنه الكتاب هذا هو الجديد وهو المفوض أنه أول مرة كتب فيه هذا الموضوع لكن يبدو مرات أنه الكتاب الأولى تكون أحيانا ناقصة وغير جيدة فالفكرة الأولى أنه تصحيح المصلة عند الأبناء يعني المفروض أنه من القبل من قبل أن ننتبه أنه فيه تيارات هدامة فيكون عند أبنائنا الوعي الكافي لكي لا ينجرفوا مع هذه الأمور طبعا بفضل توجيهاتنا فبالأول بيكون الأهل يراقبون لكن بعد ذلك سوف نلاحظ أنه كل ابن وكل ابنت هيكون عنده من الداخل خلاص الشعور أنه من يقول الحق ومن دعوته باطلة وأنا من ضمن تجربتي أحيانا ألتقي طبعا أنا ألتقي بالصبايا أكتر من الشباب فألاحظ والله مرات فتاة عمر 13 سنة بتقلي أنه أنا لم أعد أحضر مع فلاني الفلانية لأنه لاحظت عليها كذا وكذا وكذا فأرجو كمان أن ينتبه الشباب كما تنتبه البنات التي ألتقي بهن فالحفاظ على الهوية وأنا عملت مرة حلقة عن الهوية أظن كانت الحلقة الخامسة أو السادسة من هذا البرنامج واستفضت بهذا الموضوع هلأ بالموصوعة البريطانية يقولون عن ضرورة حماية الأمة من خطر القهر على يد أي قوة أجنبية فيقولوا كيف الطريقة لحماية الأمة بيقولوا في عنا أربع أمور الأمر الأول الفكر السليم نربي أبنائنا على فكر سليم صحيح الأمر الآخر أن يحملوا معتقدات سليمة ومعها قيم سليمة ومعها تقاليد الصحيحة السليمة فهذا يحافظ على فطرة الأبناء هلأ بعد ذلك أنا بدل ما يكون عندي عرض باوربوينت جعلت الأفكار على بطاقات تشبه بطاقات الباوربوينت فياليت كمان عرضناها هنا يمكن كان أفضل هلأ البطاقة الأولى تتحدث عن الأخطاء التي يقع فيها الأهل وهي التي تؤدي إلى الانحلاف الفكري يعني ما بيعود في أمام فكري عند الأبناء الفكرة الأولى التدين التقليدي مع الجهل يعني نحن الآن ننقل لأبنائنا الطريقة التي تعلمناها من أبائنا عن التدين طب هاي فيها كتير من الأخطاء والأمور التي لم تثبت بالشرع الإسلامي لما ذهب أولادنا إلى المدارس وإلى الشيوخ وسمعوا أنه بعض الأمور التي تلقوها خطأ ما عرفوا يميز بين الخطأ والصوب فنسفوا المنظومة كلها وأرادوا التدين الذي هم يحسبونه صحيحاً والذي عرضا استغلوا الفرصة وعرضا عليهم وكأنه التدين الصحيح دائماً نضرب مثلاً له داعش وللأسف صار في كتير على خطة داعش بس نحن منقول داعش ولكن انتبهوا انتبهوا صار في فرق كثيرة بسوريا تسير على نفس هذا النهج فأول ما تشوفوا حرام 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 أو تشوفوا بس اهتمام فقط بغطاء الوجه وبهذه الأمور الشكلية عرفوا أنه هؤلاء ليسوا على التدين الصحيح أول ما تشوفوا فقط الاهتمام بإقامة الحدود يعني فقط بس منقطع أيدي ومنقطع رؤوس فمعناته كمان في خطأ وهذا ليس الإسلام الصحيح لأنه كمان قلت بحلقة سابقة أنه الحدود لا تقام إلا لما يكون عندنا دولة إسلامية ومو بس دولة إسلامية كما تدعي داعش أنه صار عندها دولة إسلامية نريد دولة مستقرة إذا ما كانت الدولة مستقرة لا تقام الحدود فإذا كثرة التحريم يدل على خطأ اللوم الشديد على التقصير لأنه الإنسان بشر وجاء بالحديث الصحيح أنه الله سبحانه وتعالى قال إذا أخطأنا وكنا ملائكة فسوف يأتي بقوم يخطئون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى يحب العبد لما يرفع يديه إلى السماء ويستغفر عن ذنب قام به فهي الفكرة الأولى أنه هي من أخطأنا التي نقوم بها كمان الاهتمام بالمسائل الفرعية على حساب المسائل الأساسية مثل ما في كبائر وصغائر نفس الشيء بتكون المسائل الأساسية الذي يعتبر مناء الكبائر يكون مسألة أساسية يجب أن نهتم به ونتجنبه لبكون وسط يأتي بعده والذي يكون من الصغائر هذا نعالج آخر شيء في مجتمعاتنا الآن التي تغوص بالأخطاء كمان سوء الأدب كثير من الآباء لا يهتمون بهذا الأمر فتطاول الأبناء على الآباء يذهب الثقة بين الطرفين مما يؤدي إلى استجابة الأبناء إلى أمثال هؤلاء الذين يأخذونهم إلى الأخطاء إلى الفرق التي تقاتل يعني ليس كما يحب الله ورسوله الفكرة الثانية لهي كيف نقي أبناءنا من هذه الأمور ونمنعهم أن يذهبوا مع هؤلاء وخاصة بعد ما سمعنا أنه هذا الطريق اتجاه واحد يعني الإبن الذي يتمرد ولا يصدق ويذهب مع أمثال هؤلاء لا يستطيع العودة وسمعنا عن مجموعة حاولوا العودة فأعدموهم وقتلوهم وقلة التي استطاعت النجاة ونقلت إلينا هذه الأمور فكيف تكون الوقاية توفير المعلومات الأساسية والضرورية وأصبحت موجودة الحوار الحوار مع الأبناء لكن الحوار بيكون بفهم الطرف الآخر يعني أنا لا أتحاور حوار وأنا أظن أني أقنعت ابني كثير من الآباء يظن الحوار أنه يتكلم ويتكلم ويتكلم ويظن أنه الأبن خلاص اقتنع فالأبن بيكون يهز برأسه لأنه مل من النقاش ومل من سماع نفس الكلام وأول ما تصادف الفرصة المناسبة يذهب مع هؤلاء وأحيانا دون إعلام أبي وكم من أب استيقظ صباحا فوجد ورقة تشبه هذه مكتوب عليها أنا ذهبت مع هؤلاء فلا تقلقوا علي فيجب أن ننتبه كمان ملء الفراغ ملء فراغ الصغار بما أنه قلنا أنه التعصب والتشدد يؤدي إلى هذه الأمور فيجب علينا أن نعرف حدود الحلال والحرام وأن لا نبالغ في هذا الأمر كمان مهارات التفكير السوي اندفاع الأبناء يمنعهم في كثيرا من الأيام من المحاكمة السليمة وفهم ما يمليه عليهم الكبار كمان في فكرة كتير كتير مهمة هل داعش تستعمل أساليب خبيثة جدا رهيبة جدا حتى الألعاب الألعاب إما أن تطور الألعاب بطريقتها هي بحيث لما يلعب الإبن اللعب يقتنع به هذه الأفكار أو طريقة أخرى الإعلانات التي تظهر على يمين ويسار الشاشة والتي تثير فضول الأبناء لأنها لا تصمم أبدا بطريقة اعتباطية وأنا شاء الله سوف أخصص حلقة عن الإعلام وما الذي يفعله بالناس العاديين وبالأبناء فكل هذا يجذب الأبناء فلما بيشوفوها يذهبون على الفور فهي طريقة كتير فضيعة خاصة أن تكون مدروسة من ناحية النغمة تكون مدروسة من ناحية الكلام الذي يقال فيها تكون مدروسة من ناحية الصور التي تعرض فيها فكل هذه الطريقة الجذابة تؤدي إلى اقتناع الأبناء بهذه الأفكار وعساس أنه هو جهاد ولهم عليه أجر الرفقة ونقصد أي رفقة أي رفقة حتى الرفقة التي أصبحت موجودة على وسائل التواصل في كتير ألعاب أصبحت مشهورة ويلعبها الأبناء مع مجموعات في كل أنحاء العالم فهذه عندها قدرة أكثر على الجذب لأنه دائما الأبناء يلعبون نفس اللعبة نفس اللعبة صحيح الناس يتغيرون في كل لأنه بسموه أنه كل مرة بيلعبوا فالداء اللي بعده بيكون مع غيره لكن مرات نفس الأشخاص يتكررون فكل هذا يؤدي إلى نقل المعتقدات من هنا إلى هناك فيجب الانتباه إليها الفكرة التي بعدها مسؤولية المجتمع صحيح المجتمع السوري لم يعد الآن مجتمعا كما كان لكن بالآخر في كل مكان يتجمع مجموعة من السوريين ويكونون مجتمعا بطريقة ما فهذا عليه قضاء الوقت في التوعية والانتباه للأبناء ومحاولة تصميم الألعاب تصميم الألعاب ليس صعبا كثير من أبنائنا الآن أصبحوا يتقنون طرق البرمجة ويتقنون طرق البرمجة وبنفس الوقت الأساس الذي قامت عليه هذه الألعاب فيستطيعون إما تطوير لعبة أو اختلاع لعبة بطريقة لو كانت مرات بسيطة وبدائية لكن أحيانا تشد الآخرين أكثر منها الألعاب الصعبة والتي تأخذ وقتا أطول في التصميم وفي عمليات التحريك يعني أنا ما أعرف كثير بهذه الأمور لكن أسمع من المختصين فكمان نحن أيضا يجب أن نضع إعلانات لا نكتفي بإعلاناتهم لماذا نضع نحن إعلانات ونوضح بعض الأمور ونشير إلى بعض المواقع يجب أن أتوقف طيب ما خلص أتوقف قليلا أتوقف قليلا بدأت الحلقة بأننا نخاف من أي انحراف على أبنائنا سوى الانحراف الفكري وهو أخطرها لأنه قد يؤدي إلى الصراعات ويؤدي إلى ذذبت الأبناء وكمان يؤدي إلى اقتناعهم بكل أمر فهي هي بقى مشكلة الشباب كمان قلت في الحلقة الاندفاع وتغلب العاطف لأنه الاندفاع هو عاطفة بالآخر عاطفة فالعاطفة سهل اللعب بها عن طريق كما قلت العبارات الرناني فكل هذا يجعل الفجوة كبيرة بين الأبناء والآباء بين الأبناء والأساتذة بين الأبناء ورجال الدين فيسهل سحب هؤلاء فالطاقة تذهب إلى الأخطاء فمن ضمن الحلول التي أشير إليها الحوار لكن الحوار اللي إن شاء الله حقصص له حلقة لما يكون في فهم لهذه المادة الجديدة اللي اسمها أساليب التواصل أو فنون فن التواصل إلى عدة أسماء ممكن أن تتسمى بها لكن هي محتواها أنه لما يكون أنا في عندي رسالة أريد إيصالها لأبن أو لأي طرف آخر وفي أنا وفي هذا الطرف الآخر فعندي ثلاث أطراف أو ثلاث أمور يجب عليها أن أحسن استخدام كل طرف من هذه الأطراف لكي أستطيع إيصال الرسالة وإنقاذ الأبناء من هذا الأمر مبدئيا قبل أن نصل إلى هذه الحلقة أشير لأنه علينا صناعة قدوة وكمان كان في حلقة عن القدوة من حلقات الأوائل كمان يمكن الحلقة السابعة أو الثامنة كانت عن القدوة وتكلمت فيها عن كيف هدموا القدوات ثم صنعوا للأبناء هذه القدوات اللي منها كمان قدوات من المجاهدين الذين يعني لا نرتضي نحن جهادهم فكان بعض الأبناء لما يذهبوا إليهم يشعرون بالفخر أنه هن تحت إمرت هذا القائد وهو يأخذهم إلى الخطأ تعميق الهوية والانتماء كمان هذا ضرورة لأنه عندما تكون الوطنية عالية عند الأبناء لا يفرطون بأنفسهم لأنه دائما كنت أقول للناس أنه حديث تصدق على زانية وتصدق على غني وتصدق على شو كانت التالتة أنه صح هو وقع أجره التي تصدق على هؤلاء وقع أجره لكن أنا قلت عن نفسي أني طماعة وبتوقع كثير مني هكذا أنه أنا لا أريد فقط أن يصل أجري عند الله سبحانه وتعالى أريد أن أحصل على الأجر في الدنيا فالذي يريد أن يجاهد لا يكفي أن يحصل فقط على ثواب الجهاد وإنما يجب أن يكون جهاده صوابا فمن أجل ذلك نتكلم في هذه الأمور فحصل الثوابت الأبناء الآن لا يعرفون ما هي الثوابت لأنه جعلوا لهم كل شيء من الثوابت كل شيء وهو مو كل شيء مو كل شيء أبدا فكمان الكلام عن تاريخ الدول الغربية ينقذ الأبناء من الانبهار بهم لأنه في أبناء صحيح ينبهروا بالجهاد والأمور الإسلامية لكن في أبناء ينبهرون من الجهة الأخرى بالحضارة وكمان هذا الانبهار ينتقل إلى طريقة خاطئة فمن أجل ذلك لا يكفي أن نتكلم أمام الأبناء والله عن عظمة الإسلام وماذا فعل من قديم لأنه هذا يذكي عندهم الحماس ويؤدي إلى التهور لأنه لما نتكلم عن عظمة الإسلام يجب أن نتكلم كيف حصل الإسلام على هذه المكاسب وكيف حكم العالم وكيف استطاع أن يسيطر على العقول والقلوب لأنه نحن المسلمين عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة فكوني والله أنا نيتي شريفة وأريد أن أنشر الإسلام وأن يكون لي دولة إسلامية تقوم بحقوقي ما يجعلني أن أتصرف بطريقة خاطئة وأقتل الأبرياء وأظلم الناس الذين يعيشون في كنف هذه الدولة فالخلاصة المهم لم يبقى معنا وقت أنتقل إلى الخلاصة مع أنه في عندي كثير أوراق فماذا أختار منها أختار هذه أنه أي إنسان لو فكر بطريقة سوية بعيدا عن هذه المؤسرات التي يضعونها لنا والتي تزين لنا الباطل فوالله ما بيمشي مع أي تيار منحرف مع أي تيار منحرف لأنه كثير الأمور واضحة الآن بعد ما نشر أمور كثيرة عما يحدث في سوريا أنا أستغرب أنه بعض الناس لسه ما زال الأمر بالنسبة لهم غير واضح فمشان هيك هم يعطلون التفكير لحتى يحصلوا على هذه النتائج فلو بنينا هذه القاعدة الفكرية السليمة واللي إن شاء الله قلت أني سأخصص لها حلقة وأرجعنا الثقة بين الأبناء وبين الآباء فيصبح عندنا دين صحيح جهاد على بصيرة كما يقولون الآن أبناء عندهم وطنية وعندهم هوية ويعرفون من أين يبدأون وأين ينتهون وإلى من ينضمون فأنتقل بقى إلى الخلاصة فيما تبقى منا الوقت لكي أجمع الموضوع فإذن الأمن الفكري يعني أن يحصل الأبناء على طمؤنينه يعني ما يكون دائما متردد ومتذبب ما إذا سمع أي شيء يذهب إليه وإنما عنده تأمل فكري بناء على معطيات عقلية وطبعا عاطفية لأنه ما نستطيع فصل العقل عن العاطفة فبعد أن يتحر ويتشاور بدون شورة كمان ما ممكن أبدا بعد ذلك يضع له هدف ثم يبحث عن من يساعده للوصول إلى هذا الهدف إذن الأمن الفكري يعني قناعة بالحق زائد حصانة فكرية هذا يؤدي إلى عمل صحيح وعمل صائب فهذا هي الفكرة الأساسية معلش أنا أسف إن شاء الله يكون وصلت الأفكار لأنه كان عندي كلام كثير وظننت أنه الحلقة سوف تكفي ومعلش أنا بعرف أني كررت بعض الأفكار لكن وجدت أنه التركيز عليها أحسن من ما أني شتت المشاهد بأفكار أخرى التركيز أحسن والتكرار أفضل وأتأمل أن تكون قد وصلت الفكرة وإن شاء الله سأعرضها بطريقة أخرى من خلال الأمن من خلال كيفية التأثير على عقول الناس في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر